في الذكرى السابع للحرب الإسرائيلية على لبنان حذر قائد كتيبة سلاح الهندسة في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن أي هجوم يشنه حزب الله سيؤدي إلى مواجهة عسكرية كبيرة وإلى رد إسرائيلي شديد وأوضح أن التوتر بالغ فالقوات الإسرائيلية أصبحت بعد التدريب الأخير على جاهزية لمواجهة أي تصعيد ورأى أنه قد جرت تدريب على كيفية الدفاع في حال التعرض لهجوم مشابه لهجوم تموز عام 2006 ولوح بأن الرد الإسرائيلي سيكون من خلال إعادة اجتياح مناطق في لبنان في المقابل أعلن وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون أن إسرائيل ستعيد ترشيد نفقاتها العسكرية لضمان تقدمها التكنولوجي على جيوش المنطقة وكتب يعلون على صفحتي على فيسبوك أن ما يدين المعارك الحالية والمقبلة مختلفة تماماً عما شهدناه في الماضي وأضاف سنواصل الاستثمار في التسلح الدقيق والاستخبارات والتنصت والدفاع الفعال من منطلق الفهم بأن ميدان الحرب الراهن والمستقبلي يختلف تماماً عن كل ما عرفناه في الماضي ويمكن أن يقودنا المستقبل المنظور إلى مواجهات ستحسم بفضل تفوق الجيش الإسرائيلي تكنولوجياً جواً وبحراً وبراً وبمركبات أقل وتطرقت السحافة الإسرائيلية إلى خفض عدد الدبابات والسفن والطائرات العسكرية وإلى تسريح آلاف العسكريين في السلك في العام المقبل وبحسب وسائل الإعلام أيضاً فأن هذه الإجراءات ستطرح قريباً على الحكومة للمصادقة عليها وأن قيادة الجيش الإسرائيلي ستعرض على القيادة السياسية خطة تغيير بنية الجيش والعودة إلى استراتيجية لجيش مصغر وذكي